بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه نرحب بالمشاهدين الكرام في الموسم الثالث من برنامجنا كاتب وما كتب الذي نستضيف فيه كتاب المغاربة وغير مغاربة في قضايا متعددة متعلقة بالكتابات التي يكتبونها وفي هذا البرنامج نحتفي بالكتاب ونحتفي بكتبهم من إجلاء شاعة نقاش معرفي وفكري وتقافي مطلوب خاصة في هذا الزمن الذي كترت فيه الشواغل وكترت فيه الإنزياحات عن خط المطلوب يعني خط الصرامة وخط الانضباط وخط الالتزام بالتقافة والكتاب والإنجرار وراء محتويات لا تتعلق بهذا النقاش الجد في هذه الحلقة إن شاء الله نستضيفه الدكتور إدريس القنبوري وهو ضيف غني عن التعريف وقد مر معنا في الموسمين السابقين في هذا البرنامج برنامج كاتب وما كتب ونستضيفه في هذه الحلقة في كتاب جديد هو بعنوان الإصلاح الديني وتغريب الإسلام والدكتور إدريس القنبوري هو كاتب ومفكير وروائي وباحث مغربي له العديد من الكتابات المهمة جدا في نظري من بينها مثلا كتاب العراق أولا وهو كتاب مهم ثم كذلك صحافة زمن الغابر في المغرب ثم كذلك له كتاب الإسلاميون بين الدين والسلطة وكتاب شيوعيون في توبين إسلامي ثم كتاب وكانوا شيعا له كذلك كتاب ثلفي فرنسي في المغرب ثم بالإسبانيا كارا أكارا كون إلي ديابلو كذلك كتاب مهم جدا وله كتاب الإرهاب وإشكاليات الهجرة وهو كتاب مشترك مع الدكتور خالي جلبي كذلك له كتاب النص والحاوي في تفكيك القراءة المعاثرة للقرآن الكريم وكتاب الأثث الدينية والفلسفية لحرية المعتقد في الفكر الغربي الحديث وله مؤخرا صدر له كتاب أمير المؤمنين وآية الله كذلك في موضوع العلاقة بين السنة والشعاء خاصة في الجريبة المغربية وله من الروايات الرجل الذي يتفقد الغيم وكذلك رواية زمن الخوف ورواية الكافرون ورواية سانموت في أورشالين وسيصدر له قريبا كذلك كتاب بعنوان الغزالي وفلسفة بناء الدات والذي ننتظره إن شاء الله بشوق كبير لمعرفة هذا النوع من المزاوجة والتركيب بين فلسفة أبي حامد الغزالي أو بين كتابات وتأصيلات أبي حامد الغزالي التربوية وما يتعلق ببناء الدات والتنمية البشرية ولكن في هذه الحلقة إن شاء الله سنتوقف عند بعض النقاط التي وردت في كتابه الإصلاح الديني وتغريب الإسلام مرحبا بكم أولا الدكتور دريس الجنغوري شرفتمونا بالحضور ونحن السعداء بفتح هذا النقاش معكم فيما يتعلق بالكتاب الإصلاح الديني وتغريب الإسلام في نظري من خلال قراءة لهذا الكتاب أرى بأنه كتاب مهم جدا وينبغي على المنتمين لحق الإسلامي ولحق الدعوة الإسلامية ككل بمختلف التيارات والتوجهات أن يقرأوا هذا الكتاب لأن هذا الكتاب يحدد بالضبط ما المقصود بالإصلاح الديني من وجهة نظر إسلامية ويميز بين الإصلاح الديني كما بدأ في الأمة الإسلامية أو في الوطن العربي الإسلامي وبين الإصلاح الديني كما هو شائع اليوم يعني يفرق بين إصلاح ديني أصيل وبين إصلاح ديني عولمي حداتوي مدفوع أجنبيا وهذا التمييز ورد بنوعين من التفصيل في هذا الكتاب لمختلف النقاط المتعلقة به أول سؤال يمكن أن أطرحه عليكم الدكتور إدريس القنبوري ما المقصود بالإصلاح الديني الصحيح والسديد والمطلوب اليوم في تاريخ المسلمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على هذه الدعوة الكريمة لمناقشة هذا الكتاب في حقيقة الأمر يعني هذا الكتاب أولا جاء نتيجة مخاض فكري ونتيجة تعاطي مع التحولات الأخيرة التي حصلت خلال العشرين سنة وهذا الجدل والنقاش الذي عم الكوكب تقريبا يعني حول الإصلاح الديني في الإسلام حول ضرورة تغيير الإسلام حول ضرورة البحث عن إسلام جديد عن إسلام ليبرالي عن إسلام منفته إلى آخره كل هذه الشعارات التي تم وضعها خلال العشرين سنة الأخيرة وبالخصوص بعد تفجير 11 من السلطان في الولايات المتحدة الأمريكية التي فجرت هذا النقاش وظهرت مجموعة من المراكز الأبحاث سواء في الغرب أو في العالم العربي وأصبح الحديث عن الإصلاح الديني أصبح يعني موضة أصبح موضة جديدة تفرض نفسها على الباحثين على مراكز الوحوج على الجامعات والأفراد المخابرات في الدول المؤسسات الرسمية في العالم وهكذا يعني أصبح الإسلام إنشغالاً أساسياً في العالم يعني أنتم تعرفون هذا الأمر معناه أن هذا النقاش شمل العالم بأسره بمعنى أن المسلمين أصبحوا مشكلة بالنسبة للعالم هكذا حاول الغرب أن يصور المسلمين من خلال يعني بعض العمليات الإرهاب التي كانت تحصل ظهور بعض الجماعات المتطرفة المسلحة ظهور بعض الأعمال التي لا شك تعرفونها كل هذا حول الإسلام إلى إشكالية بل إلى مشكلة عالمية لا تنفصل عن أي مشكلة أخرى المشكلة طبقة أوزون مشكلة البيئة مشكلة المناخ بمعنى أن ظاهرة الإسلام كمولد للإرهاب العالمي وهذه الصفة التي أتقت عليه الإرهاب العالمي أو الإرهاب الدولي بمعنى أن الشغال بالإسلام أصبحاً شغالاً عالمياً وشغالاً دولياً ولذلك تم تصريف مفهوم جديد أو غريب أنا كما سميته في الكتاب الإصلاح الديني وتغريب الإسلام يعني تحويل الإسلام إلى شيء غريب إلى ديانة غريبة لا يعرفون المسلمون ولم يعرفوها في الصابق إسلام يساير الهوى الأمريكي يساير الهوى الأوروبي والهوى الإسرائيلي ومن تم رأينا كم من مفهوم خرج من هذا المفهوم العام للإصلاح الديني خرج منه الإبراهيمية خرج منه التعايش خرج منه التسامع خرج منه مجموعة من الأفكار التي تصب كلها في خدمة أجندة عالمية هي الأجندة الأمريكية الصيونية فالأمور بخواتمها الأمور بمآلاتها بما تؤدي إليه هذا الإصلاح الذي كان يراد يراد منه أن يؤدي إلى هذا الانبطاح الذي يحصل الآن لأن هذا يعني هذه نتيجة الإصلاح الأمريكي هو أن يتم قتل الشعب على الفلسطيني يوميا لمدة سنة كاملة ولا تجدوا لا مناصرة كما يعرفوا المسلمون لا تجدوا مفهوم الجهاد كما كان يعرفوا المسلمون لا تجد يعني الأخوة والتعاون والمساندة والمعروف والنعي المنكر ومحاربة سلطن إلى آخره كل هذه المفاهيم كان يراد أن تموت وأن تقتل لكي يقتل الشعب الفلسطيني بكل عرية فإذا أنا فهمت وأفهم الإصلاح الديني أنه بالنفهوم السائد اليوم هو نفهوم أمريكي وإصلاح أمريكي يؤدي إلى خدمة النظام العالمي الموجود بحيث أن هذا الإسلام لا يجب أن يكون مناقضا للنظام العالمي طالما أن هناك نظام عالمي مسيطر تقوده أمريكا وطالما أن الإسلام مشكلة فإذا يجب تطبيع الإسلام وإصلاحه بالشكل الذي يماشي النظام العالمي هذا هو هذا النقاش دكتور إدريس الجنبوري أترى عليكم السؤال الثاني نحتى تتريح الصورة الإصلاح الديني والصهيونية هل هما وجهان لعملة واحدة الإصلاح الديني العالمي الأمريكي والصهيونية هل هما وجهان لنفس العملة يعني نفس الطرف يستفد منهما ويحركهما في الوطن العربي الإسلامي وفي حقيقة الأمر يعني الموضوع متشاعب ومتشابك ولكي يفهم المشاهد والمتابع القصة يشب أن نعود إلى الأصول الأصول هي أن هناك صراعا أزليا بين الإسلام وبين اليوج القرآن الكريم يعني يحدد لنا هذا الإطار إطار هذا الصراع فإذا الصراع الديني في ذاته ومحاولات يعني تخريب الإسلام وتطبيعه وتطبيعه مع الواقع الصهيوني ومع الأهداف الإسرائيلية هذا يعني مشروع ليس جديدا هذا مشروع قديم ولكنه في كل مرة يتم تجديده لماذا؟ لأنهم يعرفون سواء الغرب الصليبي أو الصيونية يعرفان بأن هذا الإسلام إذا بقي على صورته الحقيقية على الصورة التي أدت إلى إنتاج صراحة الدين الأيوبي وإلى إنتاج يوسف نتشاف وإلى إنتاج نور الدين قطز إلى آخره هذا الإسلام الذي ينتج لنا هذه النماذج يجب القضاء عليه لا يمكن أن نقضي على هذه النماذج يعني بالتقافة بالأمن بالسلاح لأن كل هذه الأمور تم تجربها ولم تنتج شيئا يجب أن نذهب إلى العقيدة التي تخرج هؤلاء يعني أن نسقط المدرسة المدرسة التي تنتج هؤلاء يجب أن نقضي عليها بعد أن نقضي على المدرسة المناهج سوف تموت وبالتالي لن يعود ممكنا إنتاج هذه النماذج فهذا الصراع ليس صراعا جديد هذا الصراع قديم الكثيرون تحدثوا عنه ولكن الناس تعرف هذا الأمر عن طريق الإبراهيمية مشاريع الإصلاح الديني أما الأمر في ذاته فهو يعني قديم بل هو قديم قد بدن الدعوة الإسلامية لا ننسى بأن الكنيسة الكاتوليكية منذ دور محمد صلى الله عليه وسلم وإبان حياته كانت تهتم كثيرا بمعرفة هذا الدين ومحاولة تخريبه من الداخل لا ننسى أن الكثير من القساوسة والبابوات والرجال الدين الذين تهروا في الكنيسة الكاتوليكية كانوا يحاولون أن يتسللوا إلى القرآن الكريم وتم وضع كتب موازية للقرآن الكريم كما فعل موسينا الكتاب لكن هناك يعني كتابين كتبا تعاقبوا على الطاريخ المسيحي في الكنيسة الكاتوليكية اليهود أيضا كانوا دائما يتربصون بالإسلام دائما يتربصون وليس بالإسلام فحسب بل بجميع الأديان الدين على هذا هو أنهم تربصوا بالمسيحية فنجحوا في مشروعهم حرفوا الأناجيل حرفوا الأديان والآن يتم الحديث عن ما يسمى القيم اليهودية المسيحية والحديث عن الكتاب المقدس الكتاب المقدس بالمفرد يعني شيئين يعني التوراة والأناجيل يعني اليهودية والمسيحية ويتم إقصاء الإسلام لكن الإسلام استعصى على التطويع استعصى على التطويع لأن هذا الكتاب القرآن الكريم الله أنزله وضمن حفظه إذن ما هو السبيل لتخريب هذا الدين وهو إنتاج مفهوم مقبول مفهوم يعني جيد رائع لا يمكن لأي عاقل أن يكون ضده وهو مفهوم الإصلاح الديني إذن هذا الإصلاح الذي هو حق يراد به باطن لأن جميع المسلمين يردون الإصلاح بطبيعة ولكن عندما تتسلل أنت عبر هذا المفهوم المشترك يمكن أن تدخل فيه ما تريد من الأهداف إذن استعملوا مصطلحا نبيلا مصطلحا مرغوبا من طرف المسلمين لكي ينشروا دعاواهم ويحققوا أهدافهم فالسبيل الوحيد الذي رأوه هو التلعب بالدين من داخله ولذلك يعني ليس غريبا مثلا أننا خلال العشرين سنة الأخيرة التي انتشر فيها شعار الإصلاح الديني هي نفس المرحلة بالذات التي انتشرت فيها موجة في العالم العربي وفي أوروبا موجة تنتقد التراث تنتقد الصحاح تنتقد السير النبوية الأحاديث النبوية القرآن دارة أصوات تتلاعب بالقرآن بدعوة عصرنته وتأويله مثل محمد شعرور مثل آخرين وهكذا فإذن هذا التوجه هو توجه حاضع هو تعبير عن نظام عالمي تخده الولايات المتحدة الأب نعم من المفارقات الدكتور دريس القنبوري في هذا الموضوع هو أن اليهودية نسيت أو تناست الإصلاح الديني في دينها والمسيحية كذلك اليوم في حين هناك نوع من التركيز على الإصلاح الديني في الإسلام وبعض أبناء جلدتنا من الذين يتحدثون في الإصلاح الديني بشكله لمعلم لا ينتبهون إلى هذه المفارقة يتكلمون على الإصلاح الديني في الإسلام فقط وكأن التوظيف الذي يقع لمسيحية في الغرب هو توظيف مطلوب وكأن التوظيف الذي يقع اليهودية في الكيان الصهيوني هو توظيف مطلوب في حين يتم التركيز فقط على الإصلاح الديني في الإسلام كيف تعلقون على هذه المفارقة هذه المفارقة يعني واضحة أي أي شخص يعرفها أن هذه الموجة موجة انتقاد الإسلام والحديث عن العنف في الإسلام والحديث عن ضروط الإصلاح الإسلامي كل هذا يعني كما قلت خدمة النظام العالمي الجديد وكل هذا يعني شيئا واحدا أن مشروع الإصلاح من داخل الإسلام خرج من المؤسسات المتحكمة في العالم يعني مشروع صليبي مشروع حضاري صليبي موجه ضد الأمة الإسلامية للقضاء عليها للقضاء عليها وعممنا التاريخ أممنا الحروب الصليبية الحاملات الاستعمارية نهب التراوات كل هذا يعني تاريخ يسجل كيف تكون هذه الأمة مستهدفة طيرة هذه القرون ويكون مشروع إصلاح الدين الآن بريئا هذا تناقض لا يمكن أن يستقيم عقلا ولا منطقا الذين يتحدثون عن العنف في الإسلام لإصلاح الديني في الإسلام وينسون مثل الإصلاح الديني في اليهودية أو المسيحية كما قلت هؤلاء يؤكدون القاعدة وهي أن فكرة الإصلاح من داخل الإسلام هي فكرة صليبية فكرة صهيونية وإلا لو كان هؤلاء بالفعل يريدون البحث عن العلاقة بين الدين وبين العنف لكان أولابهم أن يتجهوا إلى الديانة اليهودية لأنه اليوم يعني بعد تعاقب هذه الإيديولوجيات يمكن الآن أن نحكم بعد تعاقب إيديولوجيات كثيرة خلال القرن العشرين يمكن أن نحكم الصهيونية التي خرجت من الديانة اليهودية أخطر من النازية أخطر من السطالينية أخطر من المغول أخطر من الخمير الحمر في كامبوديا الكتاب المقدس عندهم التوراة أخطر كتاب على وجه الأرض أخطر كتاب مطبوع على وجه الأرض على الإطلاق نستحدث عن كتاب كفاء إلى هتلير كتاب كفاء إلى هتلير ليس فيه إلا 10% أو أقل من الخطورة الموجودة في التوراة يمكن لأي شخص أن يعود إلى التوراة وأن يقرأ هذا الكتاب هذا الكتاب الذي يؤمن بيليور كله كتاب دموي كله كتاب دموي بحيث لكي تكون قارئا صالحا للكتاب يجب أن تقرأه بجانبك مسدس لأن هذا كتاب قاتلي هذا كتاب إرهابي ولكن التركيز يتم على الإسلام بالطبع لأن هذا مشروع في خدمة الصهيونية أنت تلاحظ الآن الذين ينتقدون الإسلام لا يستطيعون أن يقولوا كلمة صغيرة في حق التوراة يقولون أي شيء في القرية لا يستطيعون أن يتحدثوا في التوراة وهذا بالطبع واضح أنا لا أستطيع أن أقول بأن تفسير واضحات من المفضحات بمر واضحة جلية العالم كله يعرفه والغريب أننا لسنا نحن من يقولوا هذا إنما هناك عقناء في الغرب عقناء في الغرب يقولون هذا أنا قبل يومين تقريبا أو ثلاثة يعني عاترت مصادفة على فيديو يتحدث فيه باحث أمريكي رجل في السبعين تقريبا من عمره يقول إن أكدوبة الوطن اليهودي الوطن الموعود في فلسطين هذه أكدوبة واليهود يجب أن يخرجوا من فلسطين وأن يمنحوا فلسطين لأصحابها هذا يعني أنا لا أعرف لو هو مسيحي هل هو يهودي هل هو يعني علماني ملحيد لا أعرف لكن من خلال منطقه الرجل متفهم للتاريخ ومثل هذه الحالة موجودة بكترة لكن يتم حجبها يعني بقوة الإعلام الإعلام لا يسلط الأدواء على الأصوات النظيفة الأصوات العاقلة في الغرب دكتور ديثجنبوري ننتقل الآن إلى مناقشة بعض القضايا الأساسية التي وردت في الكتاب انطلاقا من تأصيل تاريخي قمتم به في الكتاب أو أوردتمه في الكتاب احتنى الصلاة إلى ما يتعلق بالإصلاح الديني حاليا والذي هو إصلاح أمريكي بالأثاث كما تحددتم في الكتاب في الصفحة 33 من الكتاب تقولون أن هناك نوع من الخلط بين اتجاهين الإصلاح الذي متله الإصلاحيون العرب المسلمون وبين الاتجاه الذي متله الإصلاحيون العرب المسيحيون هذه نقطة أولى النقطة الثانية في الصفحة 57 تقولون كان وقوف المتقف المسيحي في وجه الإصلاح الديني أداة من أدوات استعمار التقافي الأوروبي في الحقيقة الذين يتحدثون اليوم في الإصلاح الديني وخاصة بعض الشباب الذين هم مغررون بهم يتكلمون عن بعض الرموز كرموز مرجعية فرح أنطوان شلبش مييل ثلامة موسى إلى غير ذلك دون تمييز بين إصلاح ديني إسلامي وإصلاح ديني مسيحي في الرقعة العربية أنتم كيف تعلقون على هذه القضيات أولا أنا أشكرك جدا على التقاط هذه النقطة لأن هذا الكتاب في حقيقة فيه نقطتان جديدتان لا أعتقد أنه سابقني بعض الباحثين مفكري العرب إلى هذه النقطة أولا هذه القضية التي أشرت إليها وهي دور المسيحيين العرب فيما يسمى بإصلاح الدين والتاني علاقة الإصلاح أو علاقة بروتستانتية بالإصلاح الدين يعني هذا الكتاب أنا أعدت فيه النظر في هذه القضية وإن كان بشكل مبتصر صحيح كما قلت بأن بعض الرموز المسيحية خاصة من الشوام فرح أنطوان شبل الشميل يعقوب صرف وآخرين أو سلمة موسى القبطي في مصر هؤلاء تحولوا إلى رموز بالنسبة لتيار تنوير تيار نقطرات إلى آخرين وهذا في الحقيقة كان تستل السم في الدسم بالأسف الشديد عدد من المفكرين العرب سقطوا في هذه الأكدوبة إما لأنهم طلقوا من منظور علماني إما لأنهم كانوا قوميين وطبعا جلهم كانوا قوميين أو كانوا يساريين وبالنسبة لقومي أو يساري هو لا ينظر إلى الفروقات العقدية أو الدينية بين دعاة الإصلاح الديني في العالم العربي كقومي هو ينظر إلى جميع هؤلاء لأنهم عرب أو كيساري ينظر إليهم جميعا لأنهم يجمعهم اعتناق الفكر الماركسي اليساري وبالتالي هو غير معني بالبحث عن التفاصيل التي نقشتها في الكتاب دور المسيحي العربي كان دورا خطيرا في الإجهاز على مشروع الإصلاح الإسلامي الحقيقي وفي إجهاضه علينا أن نعرف أولا بأن المتقف المسيحي والمتقف اليهودي بالطبع في العالم في الشرق عموما كان أولا لديه كانت لديه امتيازات مقارنة بالعربي المسلم أولا بشكل مبكر فتحت البعاتات التعليمية التي كانت تابعة للكنيسة يعني أتيح للمتقف المسيحي للفرض المسيحي في المشرق أن يتعلم في المدارس الحديثة على خلاف الفرص التي استفد من العربي المسلم ثانيا كانت تفتح أمامهم فرص الهجرة إلى أوروبا والاحتكاك بالأوروبيين وبالحضارة الأوروبية ثالثا وهذا هو المهم كانوا في الواجهة في التعامل مع الأجانب الأوروبيين يعني الأجانب الأوروبيين عندما كانوا يريدون احتلال المشرق كان لابد أن يربطوا أنفسهم أو يربطوا علاقات واتصالات مع جهات من الداخل لأن الاستعمال لا يدخل بشكل أعمى حتى يسقط ويلا يعرف ربما كانوا وقع الفرنسيين مع اليهود المغاربة راهنوا عليهم منذ البداية والمحميين إلى عيودات الأوروبيين طبعا طبعا منح الجنسية كما حصل لليهود في المغرب وفي الجزائر وفي تونس يعني امتيازات أنت عندما تمنح الجنسية فأنت تمنح يعني امتيازات واسعة أسوة بأي مواطن فرنسي أو إنجليزي أو ألماني فإذا هؤلاء المسيحيون استفادوا من الخبرات الأوروبية وبالتالي كانوا طليعة العمالة كانوا عملاء للمصالح الأوروبية لا أقول بأنهم جميعا كانوا عملاء لكن بعضهم بالتأكيد كان عميلا وربما آخرون كانوا عملاء من دون أن يشعروا على كل حال هؤلاء لعبوا طورا أساسيا في تسريب الفكر الغربي وامتداع التطور والنهضة الغربية في المشيق وذلك يعني ليس بدعا من القول أن نقول بأن هؤلاء هم أول مثلا أول من بشر بالنظرية الداروينية سمى فعل قبل سالة موسى يعني شاب للشامين الذي كتب كتابا حول هذا الموضوع فرح أنتون الذي تحدث يعني عن ابن رشد وكرر يعني نفس أفكار رجيس ربما هو أول من تابعناها مستشعاتين حول ابن رشد كتاب إرنيس رونو أو ابن رشد والرشدية يعني هؤلاء كلهم هذه النذعة التي عند الجابري في الرشدية أصلها عند لا دع الجابري هذا يعني موضوع قد يطل بنا لكن عبوبا اختصاء يعني الجابري صار في نفس المصار يعني بحقيقة فيما يتعلق بالرشدية ومصار في نفس المصار يعني ليس هناك جديد لأن هذه هذه مدرسة هذه مدرسة جدورها في المشرق وفروعها في العالم العربي كل وإنما وإنما يمكن أن نقول أن جدورها الأصلية في فرنسا في فرنسا بوجه خاص لأن الشرق الفرنسي وإنجليزي يعني إلى جانبه هما اللذان لعباء الدور الأساسي في ترويج كل هذه الأفكار في تفضيل جنس على جنس تلين عندما كان يقال بأن العرب ليسوا أهلا لإنتاج الحضارة وأن سكان الجزيرة العربية نظرا لأنهم يعيشون في مناطق حرى خلاص حراء ليسوا أهلا لإنتاج الحضار وهكذا من هنا خرجت مجموعة من الأفكار ومن المواقف الشادة حول الفكر الإسلامي حول السيرة حول القرآن حول الدعوة النبوية فإذا أنا قلت بأن هؤلاء المسيحيون لعبوا دورا أساسيا في إفساد الجو التقافي في أوروبا لأنهم كانوا طالعة الفكر الأوروبي في المشرق وكانوا من المبشرين من المبشرين بالتباعية للفكر الأوروبي كانوا يقولون بأن نعم للإصلاح الديني ولكن الإصلاح الديني وفق النموذج корov Illusion وبالتالي يجب أن يكون الإصلاح الديني يعني بهدف المتصالح مع أوروبا أن أوروبا حققت هذا التطور وبالتالي الوسائل التي حققت بهذا التطور هي الوسائل التي يجب أن نأخذ بها هي أخذت من الإعلمانية نحن يجب أن نأخذها بها هي أخذت بالطروينية نحن أيضا هي أخذت بفصل الدين عن الدولة نحن كذلك وهكذا فهذه الأفكار هي التي عمت وبالتالي أصبح الفكر الغربي الفكر العربي أفون الذي درس هذه القضايا أصبح ينشر أفكارا مغلوطة أنا رجعت في هذا الكتاب مثلا للأفكار التي كتبها هشام شرامي في كتابه المتقفون العرب والغرب يعني قال أشياء حقيقة غير صحيحة أربرت حوراني في كتابه الفكر العربي الذي يعتبر فيه هؤلاء شاب الشامير الفرح أنطوان إلى آخره هؤلاء كلهم يعتبرهم بأنهم كانوا روادا للإصلاح الديني وهذا بالطبع لم يكن صحيحا وأنا سوف أعطي دليل يعني على سبيل المثال نقطة واحدة لو رأينا المصلحين العرب المسلمين ونظرنا إلى أفكارهم حول الإصلاح الديني سوف نجد قضية مركزية لديهم وهو موضوعة الخلافة اهتموا بقضية الخلافة لا يوجد واحد منهم لم يهتم بقضية الخلافة لم يناقشها ولم يقترع لها بدائد تهم المسلمين وتحقق هدف الوحدة الإسلامية الكواكب الأفغاني عبدو رشيد ريضا كلهم الجانب المسيحي لم يستطرق إلى الخلافة بل اعتبرها عدو يجب إسقاطه هذا فاصل أساهل نقطة واحدة تبين لنا الفواصل بين التيارين نعم كذلك دكتور ديسل جنبوري من المفارقات التي رحت أنكم نقشتمها في الكتاب هو أن هذا الفكر التغريبي الذي نراه اليوم لا يميز لا على المستوى الديني بين الإسلام الذي له القرآن قال فيه الله تعالى إنا نحن نذلنا الذكر وإنا له لا حافظهم من جهة ثم المسيحية التي هي نصوص وعندها خصوصيات في المسألة النصية احتى وتعرضت للتحريف يعني لا يميزون بين دين ودين على المستوى النص ثم كذلك من المفارقات المهمة التي أورثتمها في فصل بعنوان خطأ تفسير التقافي لفشل مشروع الإصلاح أنهم لا يميزون بين واقعين واقع سياسي فرد البروتستانتية وواقع سياسي آخر ربما واجه الإصلاح الديني الحقيقي ولذلك فأنتم تقولون فما حصل للمشروع الإصلاح الديني أنه لم يجد حلفاء موضوعيين تتحدثون الإصلاح الديني في الوطن العربي الإسلامي يتكئ عليهم من أجل تحقيق أهدافه سواء داخل الأنظمة السياسية الحكمة أو في الوسط التقافي والفكري إذن هناك فرق بين واقعين إذن هؤلاء الذين يتحدثون اليوم في الحدثة كيف يعوزهم عقلهم أن يفهموا بأن هناك فرقا بين واقعين وهم يتكلمون عن الواقع إذنين هي واقعيتهم يعني النخبة التقافية العربية هي نخبة خضعت لكثير من غزيل الدماغ سواء يعني طوعا أو كرهن طوعا أو كرهن طوعا يعني الأشخاص الذين كانوا يعرفون الحقيقة ولكنهم باعوا أنفسهم للغرب أو كرهن بسبب تشرق الأفكار الغربية عن حسنية عن حسنية وإعادة إنتاجها من جد المقتنعين بها فالذي حصل وأنه أصبحت لدينا نخبة لا تفقه واقعها أنا في هذا الفصل مثلا الخطأ التفسير التقافي أو كذا يعني كنت أتحدث عن الظاهرة الموجة التي ظهرت خلال السبعينات والثمانينات خاصة مع أرغون والجابري حول تفسير التخلف بالعقل تفسير التخلف بإرجاعه إلى العقل العربي أو العقل المسلم عند أرغون وهذه في الحقيقة هذه مثالية مطلقة أنا أستغرب في حقيقة الأمر أن يكون الجابري من حزب التحاص لك القوة الشابية ويساريا ويفكر بهذه الطريقة أن المشكلة في العقل أين الأوضاع الاجتماعي واقتصادية أين الصراع الطبقي هذه واحدة من الإشكاليات التي تخبط فيها الجابري نظرا لأنه استورد هذه الأفكار دارسوا الفلسفة عندما رأوا بأن ألمانيا تقدمت بأسباب مختلفة وأن لديهم إيمان ويل كانت وكتبا يعني نقد العقل العملي نقد العقل النظري إلى آخر قالوا أيضا نحن لدينا مشكلة هي مشكلة العقل والحال أن في العالم الإسلامي في الأمة الإسلامية مشكلة العقل هي آخر المشكلة يآخر المشكلة بل أنا أقول لا تجد مشكلة اسمها مشكلة العقل في العالم الإسلامي لماذا؟ لأن المشكلة الأساسية مشكلة مؤسسات مشكلة نظام حكم مشكلة منهج في الحكم عندما يكون لك نظام حقيقي فأنت تبني مدارس حقيقية يعني تنتج عقلا حقيقيا كما حصل في الماضي لكن لا يمكنك أن تنتج يعني أن تصلح العقل بمناهج حديثة وأنت لديك أنظمة متخلفة هل يسمح لك أي من باب أولى هل يسمح لك بهذا المشروع؟ كيف تبني مشروعا تربويا تعليميا متقدما في واقع سياسي متخلف؟ هذه إحدى المناقضات لدى أصحاب هذا المشروع وإذلك أنا قلت بأن هذا مشروع يعني ميتاني مشروع مفرط في الميتانية وبالتالي يعني غير منتيش نعم كذلك دكتور ديس جنبوري تصورون واقعنا التقافي اليوم بنوع من المأساوية في الحق فيما يتعلق بنقطة قلت فيها في حام 35 إنه لأمر مطير للدهشة للكثير من العلماء والمفكر والمتقفين في العالم العربي والإسلامي أن يتحول الغرب إلى داعية للإصلاح الديني في الإسلام وهو الذي خاض حروبا صليبية طيلة نحو أربعة قرون ضد الإسلام والمسلمين وسعى إلى اجلسته هذه في الحق مأساة في العقل ولا يمكن قابلها نهائيا كيف تعلقون عليها وهي تعلق على نفسها هذه ما قلوا تعلق على نفسها بحقيقة لماذا؟ لأن أولا هناك مشكلة وهي أن بعيدا عما قلناه منذ البداية أن مشروع الإصلاح الديني جاء من الغرب جاء كمشروع أمريكي لخدمة النظام العالمي الجديد الإشكالية الأخرى هي أن أكابر لا أقول كبار أكابر دعاة الإصلاح الديني في الإسلام من المتقفين العرب الذين يعيشون في الغرب انظروا إلى جميع كلهم يعيشون في الغرب أرجون قضى حياته في أوروبا في فرنسا كلهم أخرون هناك نوع من النقد يوجه إليكم وأنا ستكلم به على لساني هو أنكم دائما تنتقدون أسماء معروفة أبراثها مثال عبد الله العروي محمد عبد الجابري محمد أركون هناك من يقول أليث عند هؤلاء ما ينفع هل هذا النقد على الإطلاق أم أنه نقد الموجه إلى نقطة بعينها أم إن الإشكالية الأساسية يعني هذه الفرصة لتوضح موقفكم للجمهور لا صحيح أن هذا السؤال دائما أسمعه ويوجهه لأن أقول بكلمة بيصة صراحة ليس لديهم شيء ينفع إطلاق لماذا؟ لأن أنا المشكلة عندي ليس المشكلة أفكار مشتتة الأفكار موجودة أنا لست في حاجة لأشخاص يقولي أفكار الأفكار موجودة متناطرة المشكلة في المنهج ما هو منهجك؟ من أين تنطلق؟ صحيح قد تصيب وقد تخطئ لكن في التفاصيل أنا يهم المنهج أنا سأعطيك بعض أمثلة محمد شحرور محمد شحرور أنا أعتبره من أغبى الأشخاص الذين تحدثوا في الإسلام في التاريخ الإسلامي من أغباهم على الإطلاق لكن لديه أمور صحيحة شحرور لديه أمور صحيحة ليس كل شيء لديه خطأ بعض أمور صحيحة لأنه يأخذ إما من إنتاجه الشخصي إما يأخذهم بعض المفسرين إما لا أعرفه ولكن لديه أمور صعبة أحيانا قليلة بطبيعة سهل لكن أنا أنظر إلى المنهج إلى النوايا إلى الهدف ما هو هدفك من هذا المشهور ماذا تريد من ورائه أما أنت تقول هذا يصيب هنا وأختي وهنا لا هذا يقال في باب الاجتهاد وهناك خلط مدام طرحت لي هذا السؤال يعني دعني أتحدث عن هذا العالم هناك خلط غريب جدا حصل في الوعي لدى المسلمين يعني أشياء غريبة جدا يعني لا يكاد العاقل يقبلها يأتي شخص يقولك مثلا الجابري محمد شهروق أو أرغون هذو أشخاص اجتهدوا فأخطأ هل نطيق إحنا الاجتهاد على هذه الأمور هذه أمور ليست محطة اجتهاد هذا ليس اجتهاد الناس خلطت في المفاعب الاجتهاد يكون في الفقه الإسلامي والاجتهاد المجتهد قد يخطئ وقد يصيب وهو معجور إذا أخطأ أو أصب لكن هذا فكر يعني فكر غريب أصلا عن هذا مجرد فكر مجرد تقافة الاجتهاد عندما يكون الشخص مجتعدا ونسميه اجتهادا أن يضع اجتهادا لفائدة الأمة لإخراجها من ورطة معينة انطلاقا من منهج الذي تنتمي للأمة انطلاقا من الإسلام والإسلام عندما نقول الإسلام ليس في الفضاء العام من الكتاب والسنة لكي نكون عمليين وواضحين هؤلاء ناس مفكرين كتاب إلى آخره متقفون لكن ليسوا مجتهدين الناس خلطت تقول هذا اجتهاده أصر كيف تقول عن شحره بأنه اجتهاده أصر؟ هذا الحمق كيف يكون شحره مش جيدا؟ فأيضا هناك الكثير من الخلط في هذه الأمور عندما تقول شحرور اجتهاده أصاب أو أخطأ فأنت تقول أن شحرور يسير في نفس الطريق التي سلكها الشافعي والتي سلكها ابن حنبل ومالك إلى آخره وهذا من المضحكات فحقيقة الأمر أن التقافة العربية يعني حصل لها الكثير من التسموم الكثير من التسموم بالنظر إلى يعني هذا التعامل السلبي مع التراث كراية التراث والرغبة في التطلع إلى التقافة الغربية واعتبار التقافة الغربية النموذج الأنقى الذي يجب أن نحدو حدوه وهذه يعني من الأخطاء ومن الكوارج التي كرسها يعني نقبة من المتقافين للعلمانيين أو القوميين أو اليساريين طيلة العقود الماضية ولكن أنا أعتقد كيفما كان الحال هذه يعني تجارب صحية كانت تجارب صحية لماذا؟ لأنها أضاعت بعض مناطق العتمة وأيقظت بعض الضمائر وبعض العقول لكي يعني تستدل على واقعها انطلاقا من الرؤى مختلفة عن هذه الرؤى لولا هؤلاء لما عرفنا بأن يعني بأن ما يقال على خطأ ولما عرفنا بأننا في حاجة إلى منهج جديد لأن الساكت لا ينسب له القول لكن هؤلاء تكلموا وكتبوا وألفوا وبالتالي أصبحت لدينا الرؤية شاملة وعندما نقول نحن في حاجة إلى إصلاح ديني إلى إصلاح منهجي أن نكون منسجمين مع أنفسنا لأن لدينا تراكما والآن أنا أعتقد يعني فضوء ما يحصل في فلسطين وجميع أيام الله فلسطين منذ القرن بداية قرن 20 لكن ما يحصل اليوم في فلسطين سوف يغير الكثير نعم سأطرع عليكم السؤال في هذا الموضوع دكتور ديسجنوي والسؤال الأخير لأنكم في الفصل الأخير من كتابكم تحدثتم وتكلمتم بعبارة أراها دقيقة ومهمة جدا وقلتم بأن في 139 بأن الغرب يريد تغييرا في الإسلام لا في واقع المسلمين وهذه عبارة دقيقة وتحدثتم أيضا عن المخطط الأمريكي من خلال مؤسسة تراند وتقريريها المعروفين يعني تقريران معروفة لهذه المؤسسة من خلاله ما رفضت كيف أو تحدثت تقريران عن كيف يمكن المراهنة على تفكيك الإسلام من داخل من إجلي بسطوجة نظر أمريكية في الموضوع في المنطقة أنا على ضوء هذا النقاش أترى عليكم سؤالا يتعلق بالقضية الفلسطينية هل كان يراد للإسلام أن ينزع منه في المقاومة من خلال هذا التدخل هل كانت أمريكا والإمبرياليا الغربية عمما تريد نزع شرارة المقاومة أو أصول المقاومة أو فكرة المقاومة من الإسلام من خلال هذا التدخل لا هذا صحيح لأنه كما قلت سابقا الهدف من هذا المفهوم الجديد للإصلاح الديني وهو أن يتماشى مع النظام العالمي النظام العالمي لديه قواعد مضبوطة لديه قواعد لا يجب الخروج عليه لا يحب الخروج عليها كل من يخرج عليها تتم محاربته خد مثلا مفهومي معسكة الخير ومعسكة الشر الذي وضعه جورج بوش الإبن في نهاية التسعينيات يعني محور الخير ومحور الشر بمعنى أن الغرب وإسرائيل يمثلون محور الخير والآثرون يعني كل من يريد الاستقلال لا نقول من يريد شرا بالغرب لا من يريد أن يستقل بنفسه من يريد أن يغلق عليه بابه هذا يعتبر من محور الشر وبالمناسبة إغلاق الباب هذه سياسة كانت معروفة عند الدول لأن التدخل الأجنبي كان معروف أنت تعريب مثلا في أزمين معينة في المغرب كان بعد السلاطين يغلقون الأبواب كان يغلقون الأبواب مثلا بين قومستين كما تنفر إيران الآن تغلقوا أبوابها يعني ليس هناك لا خبر أجانيب ولا استيرات أسلحة من الخارج كل شيء في الداخل كان المغرب يفرض على نفسه سياسة الانغلاق كما يسمونها أو سياسة الباب المغلق عندما يعني الدولة تصل إلى مستوى تقيل من الديون الأجنبية ونحن نعرف أن الاستعمار بدأ بالديون بإتقال كاهل الخزينة عبر الديون فكان السلطان يغلقوا على نفسه لإعادة بناء الوضع من الداخل وهكذا فقلت أن هذا الإصلاح الديني يراد منه خدمة المشاريع الأمريكية والصيونية والهدف النهائي لأن الصراع المركزي اليوم في العالم بين المسلمين والغرب الصراع المركزي هو وجود إسرائيل ووجود إسرائيل يعني الصراع بين المسلمين وبين اليوم الغرب ما هو إلا موظف لدى إسرائيل وورقة للاستعمار أنا سوف أعطيك بعض الملاحظات التي ربما أنا ألاحظ أحيانا يعني في كيان الصهيوني بعض المبعوتي الأمريكي أو المسؤول الأمريكي من الموزيل الخارجية أنتوني بلينكين عندما يذهبوا إلى كيان الصهيوني تنظر إلى القنوة التلفزيونية ترى أن هذا المبعوتي الأمريكي يقف مع المسلمين الصهيوني وقفة العبد أمام السيد خجول يحني رعصة يعني صبح الله أشيء عجيب أشيء عجيب يعني ناس تابعين لأنهم يعرفون أن وراءهم اللوبيات الصهيونية ضاربة أنت لا تسوي شيئا اللوبيات تضعوا لك الرئيس الأمريكي هي التي تضعوا في البيت الأبيض ماذا تسوي أنتك وزي أو كما بيوت كل شيء خاطئا وهم يقولون هذا الآن هم يفخرون لا تنسى أنهم الآن وصلوا إلى مستوى من تكبر ومستوى من الخيلاء ومستوى من العلو أصبحوا يقولون أي شيء تصور أنهم الآن يعني الأمور لم تعد تخضع للمؤامرات التي كنا نعرفها اليوم المؤامرة انتهت كل شيء يقال بالواضح نتنياهو يخرج لك خريطة يقول لك أنا أريد هذه المنطقة في مصح أريد هذه المنطقة في لبنان هل تريد أكثر من هذا أخي هل تريد أكثر من هذا هذا الشيء لم يكن يعمل في السابق هذا الشيء كان يتم سريا اليوم يتم معالنيا وأما بالقنوات التلفزيونية ويقول لك اذهب واشرب البحر ده بسربة يعني وصلنا إلى مستوى من الحلو وإذلك هم كانوا يريدوا من هذا الإصلاح الديني أن يقضي أن يقضي على أي روح للمقاومة ليس في فلسطين لا ننسى أن القادية المقاومة لا تتعلق بفلسطين يا أخي المقاومة تعلق بالمسلمين كافة لأن فلسطين هذه يعني للمسلمين كافة هذه وقف إسلامي هي ملك لجميع المسلمين حتى الفلسطينيون لا حق لهم في التنازل لا حق لهم في التنازل ليس لكذا شيء لكي تبيعه للإسرائيل أو الأمريكان وإذلك هم كانوا يريدون قتل روح الأمة في فلسط المسلمين حتى لا ينهضوا للدفاع عن فلسطين وسوف أعطيك إشارة آخيرة بما أختمو بها هم كانوا يعرفون هذه القضية كانوا يعرفون بأن المسلمين مستعدون للدفاع عن إخوانهم في فلسطين وأن يعلنوا جهادا إسلاميا عام هل تتصور أنهم يفهمون بأن البوسنة واليرسك على الرغم من الجرائم التي حصلت فيها جرائم الصليبية والتواطع اليهودي والصليبي الذي حصل هل تعتقد بأن الغرب يفهم بأن البوسنة واليرسك أهم من فلسطين هل تعتقد أن يعني دهابوا إلى الشيشان الشيشان أهم من فلسطين ومن يعرفون بأن من ذهب إلى البوسنة لكي يجاهد ويدافي على المسلمين ومن ذهب إلى الشيشان ومناطق أخرى هؤلاء ذهبوا بحافز بنسبة جوج 10% لكن نسبة الفلسطين النسبة تصل إلى 100% كانوا يعرفون بأن المعركة سوى تجري في فلسطين ولذلك بدأوا بماذا؟ بدأوا بهذه الضاهرة التي سموها الإرهاب العالمي وبدأوا بفرد قوانين على الدول العربية والإسلامية أن لا تخرج للدفاع عن أي بلد آخر تم حصار المسلمين تقييدهم داخل بلدانهم ومن ذهب إلى بؤر التوتر يعني يصبح إرهابيا ويحاكم لا أهلا يتحرك كانوا يعرفون هذا وكانوا يخططون من بعيد هؤلاء يخططون يا أخي يخططون منذ أهدي محمد صلى الله عليه وسلم فالذي حصل اليوم أنه لا يوجد مسلم واحد ذهب إلى فلسطين هل تعتقد أن النفوس التي هزتها العزة والكرامة ودفعتها إلى البسنة والهرسك؟ ماتت؟ هل مات أولئك الذين هل ماتت الروح التي دفعتهم إلى الداب إلى الشيشة والبسنة والهرسك؟ لبدأ ندبوا إلى فلسطين لمن دموا لهم في فلسطين لأن الحصار حصل مشروع إصلاح الدين الذي كانوا يريدونه حصل فما الذي نتاج عن هذا كل؟ الذي نتاج هو أن إسرائيل هي التي أصبح يذهب إليها المتطوع أو الإرهابيون لم يعدوا يذهبون من العالم العربي والإسلامي بل يذهبون من أوروبا وأمريكا اليوم الآلاف من الإرهابيين المحاربين يذهبون إلى إسرائيل وهذا مسجل الإسرائيل يقولونه والأوروبيون يعترفون به وفرنسا خصصت طائرة خاصة في مطار شارلوغو يوم 8 أو 9 أكتوبر 2023 لكي يذهب الفرنسيون إلى إسرائيل لكي يقاتلوا بداية وأنهم يهود فرنسيون وفي الأسبوع الماضي أسبوع الماضي أو أكثر من أسبوع برلماني فرنسي وجه رسالة ونشرها في موقعه في صبحته على منصة X رسالة مطولة وجهة إلى وزير الداخل الفرنسي يقول له إن هناك 453 تقريبا فرنسي ذهبوا إلى إسرائيل وهؤلاء مثلهم مثل فرنسي الذين ذهبوا مع داعش لماذا لا يتم استرجعهم ومحاكمتهم لأنهم قاموا بجرأيهم ضد الإنسانية نوع من الكيل بيميكيالين فيما يتعلق بالموقف هذا ليس كيل بيميكيالين هذه حرب صريبية مباشرة لا يوجد كيل آخر هناك كيل واعد كيل بيميكيالين عندما يكون لك هذا مكيل واحد والذي يستعمل معك نعم دكتور ديستغنبوري كان الحوار معك مفيدا شيقا واستمتعنا به واستفدنا منه كما استفدنا من هذا الكتاب الإصلاح الديني وتغريب الإسلام أنا شخصية استفدت منه وأرى بأنه كتاب مهم لكل قارئ مغربي عربي مسلم عموما يجد فيه تحليلا من نوعي الخاص لمسألة الإصلاح الديني كما بدأت وكيف انتهت وكيف ينبغي أن تكون أشكر الدكتور ديستغنبوري على تلبية الدعوة والإخوة التقنيين خلف الكاميرات وكذلك أشكر المشاهدين الكرام على حسن المتابعة ونضرب لهم موعدا جديدا مع حلقة جديدة في برنامجنا كاتب وما كتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة